اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي السفيرة الامريكية في بغداد خرجت علينا قبل ايام قليلة في الاسبوع الماضي بتصريح تقول فيه ان العراق قادر على خلق نموذج اقتصادي يحتذى به الله اكبر طبعا هذا الكلام طالما تكرر على سنة الامريكان منذ احتلال العراق 2003 وما بعده قالوا لنا بان العراق سيكون واحة للخيل والازدهار والتقدم والتألق وسيكون قدوة للاخرين سيكون نموذجا في المنطقة والشرق الاوسط والناس تحتذي به واذا بالعراق بعد واحد العشرين سنة باعتراف كل القوائم الامريكية كل المؤسسات الامريكية التي تصدق قوائم عن الاوضاع العالمية في كل دول العالم في الاقتصاد في السياسة في الاجتماع في كل شيء في العلم في التربية في المدارس في كل شيء بالصحة واضافة الى كل قوائم من الامم المتحدة منظمة الامم المتحدة كل المنظمات التابعة لها كل الدوار التابعة لها تصدر قوائم سنوية او نصف سنوية او شهرية عن احوال الدول الاقتصادية السياسية الاجتماعية كل الاتجاهات كل هذه القوائم تشير الانا عراق بعد واحد العشرين سنة دولة من بين الدول الاكثر فسادة في العالم دولة من بين الاكثر دول فشلا في العالم دولة من اكثر دول انتهاكة لحقوق الإنسان في العالم دولة من اكثر الدول التي يقتل فيها الصحفين واصحاب الرأي يعني اللي عبرون عن رأيهم هو العراق دولة فيها أسوأ عاصمة بالعالم دولة فيها أسوأ اقتصاد دولة فيها أكثر انفلات للسلاح دولة فيها ميليشيات أكثر ميليشيات بالدنيا دولة فيها أكثر غيابة للعدالة والحقوق الإعدامات أكثر دولة فيها إعدامة طيب وين الدولة؟ وهي نفسها الدول هذه السفيرة الأمريكية دولتها نفسها وبريطانيا التي عاونتها في احتلال العراق والتي مجد في التجربة العراقية أيضا تنصح مواطنيها بعدم تسفر إلى العراق وكل الدول الأوروبية ينصحون مواطنيها بعدم تسفر لأن العراق خطر طيب بلد من أخطر البلدان وفق القوام الدولية اقتصاد سيء من أسوأ الاقتصادات ماكسياس اقتصادية وهي تعرف ذلك بلد يعتمد منذ 21 سنة فقط على النفط لصناعة صناعة دمرت الزراعة دمرت الأراضي الزراعية في كل سنة هم يقولون نخسر مئة ألف دونب والخسارة أكبر من هذا بكثير بكثير يعني لم يبقى أراضي صالحة للزراعة في العراق ومن يزرع فهو يتورط لأن الفلاحة اللي بعده يزرع وين يودي منتوجه ينزل للسوق لا يستطيع المنافسة مع المحاصيل والسلع المستوردة من الخارج لأنها أرخص منه كلفتة عالية في العراق لا مياه لا مواد كيميائية لا استصلاح الأراضي من 21 سنة حد الآن هل سمعتم مرة أنه تم استصلاح الأراضي في العراق؟ لا يوجد مثل هذا فبالتالي نحن أمام كارثة كبيرة تأتي السفير الأمريكية بعد كل هذه 21 سنة تقول أن العراق قادر على خلق نموذج اقتصادي اعتذى به ما أنت قلتوا العراق قادر العراق سيكون نموذجا للدنيا نموذجا لبلدان العالم في الديمقراطية والحرية والازدهار والتقدم والتعلق وبالتالي أسوأ تعليم عدد المتسربين من المدارس ملايين وأسوأ تعليم وخارج قوائم التعليم العالمية أسوأ جامعات بعد أن كان العراق من خيرة الجامعات ومن خيرة المستوىات التعليمية ومن خيرة المناهج التعليمية ومن خيرة طرق التعليم في الوطن العربي على الأقل في الشرق الأوسط العراق مملوء بالأمية أكثر من 10 ملايين أمي بعد أن كان العراق خالية من الأمية العراق مملوء بالمخدرات وبعد أن كان خالية من المخدرات شنو العراق اللي يقدر يصنعه باقتصاد يعتمد ريعي يعتمد على النفط فقط وأسعار النفط ويوضع موازنات كلها معتمد على النفط إذا ما خفضت أسعار النفط تنتهي وعند موظفين 8 ملايين إلى 10 ملايين موظف 12 مليون واحد يفعلهم رواتب من الدولة أين هناك فكرة اقتصادية؟ وأنتم تعرفون أن تتحاصرو اقتصاديا بسبب الدولار وتهريب الدولار ومهربين وانفلات سلاح طيب أين هذا الاقتصاد؟ ما يبني الاقتصاد؟ خلي تقول لنا السفير الأمريكي والكلام هكذا يعني يرمى على أواهنه وخلص والعراقيين يصدقون والناس يصدقون أن العراق قادر لا بير قادر العراق العراق قادر عندما تكون لديه قيادة وطنية عندما يكون أهل يحكمون عندما لا يحكم بالطائفية عندما لا يحكم بالتبعية للآخرين عندما يسيطر على أمواله وثرواته وثرواته وخيراته لأهله وناسه نعم يقدر يصنع يخلق نموذج اقتصادي وحتذا به نعم هذا صحيح لكن العراق فاقد لي كل هذا لا سيادة ولا اقتصاد ولا استقلال وحدوده مفتوحة ومصائب وميليشيات تتحكم به ومن يحكم به عشرات الرؤوس لا تعرف من هو الحاكم الفعلي بالعراق الميليشيات رئيس الوزراء القادر عم قوة المسلحة الأكراد من صفحة السنة من صفحة الشيعة من صفحة نقصد بالعملية السياسية هذه العملية السياسية وبرلمان يبحث عن كل ما يفرق الشعب لكي يدخل أنفه فيه ويده فيه لكي يثير المصائب هذا وضع العراق كيف يمكن أن يخلق النموذج الاقتصادي النموذج الاقتصادي لا يخلق هكذا النموذج الاقتصادي يجب أن تكون كل القطاعات تسهير باتجاه واحد واتجاه التقدم هناك تعليم جيد هناك صحة جيدة هناك رعاية صحية جيدة هناك خدمات جيدة هناك ثقافة جيدة هناك زراعة جيدة صناعة جيدة أمن جيد كل هذه العوامل كلها تصب في نهر يؤدي الاقتصاد جيدة والاقتصاد الجيد يؤدي أيضا إلى انتعاش هذه القطاعات فبالتالي هذا الكلام معيب جدا جدا ومجرد دعايات ومجرد ذرمات في العيون وهذا لا يقنع العراقيين بعد 21 سنة تحاولون أن تكذبون عن العراقيين مرة أخرى لا يمكن كذبتم عليهم بما فيه الكفاية أنتم وإيران وكل العالم مع الأسف والعراق كان يعني رحية لكل هذه الأساليب الكاذبة لكل هذه المخادعات وجئتم بمن يحكمون العراق والطائفية والنهب والفساد والخراب وليس لهم فكر في بناء الدولة وليس لهم خطة أو مشروع لبناء الدولة مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى عزائل المشاهدين أترككم بخير اشتركوا في القناة